شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في السجن أراد أن يكتب رسالة لأمه تخيل أن أنت شيخ الإسلام ومسجون ظلما وقالوا لك أكتب رسالة لأمك ماذا تكتب ممكن تضع دمعتين وتقول أنا مظلوم وأنا كذا والحكام وكذا صحيح؟ ماذا كتب شيخ الإسلام برحمه الله تعالى؟ كتب لها بعد البسم الله والحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى وقد فتح الله علينا بفتوحات الشيخ الإسلام رحمه الله قال أما بعد فما زلنا في قضاء وولولا ما تعلم ما نحن فيه ‫عني من خير لأتينا إليك ولو على الطير وسلمي على الصغير والقريب والبعيد والقريب هذا يقول وهو في السجن إذا لو خرج إش يقول أراد أن يكتب رسالة لإخوانه وفي الحقيقة هو يعني أراد أن يكتب رسالة لطلابه من السجن كتب في أول الرسالة قول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث من السجن يكتب هذا سبحان الله هو قال رحمه الله مقولة يعني جميلة جدا قال المسجون من سجن عن ربه ليس المسجون الذي وضع في السجن يعني الذي لا يعرف الله لا يعرف التوحيد لا يؤمن بالقضاء والقدر and subhanallah he made a very profound statement he said that the masjoon the one who is imprisoned in reality is the one who is shackled away from his lord the one who is imprisoned is the one who is shackled away from his lord as for the one who is imprisoned physically then this is not a prison meaning the one who is imprisoned from his lord from iman having faith in him in the final day in al-qadr in the decree of Allah this is the one who has been shackled so thank you